ومنها محطة للرور كلها في نطاق البحر الأحمر مينة سفاجة ومينة الغرداء ومينة السخنة ومينة شرم الشيخ كان من المهم جدا ان احنا طبعا نستغل البنية الاساسية اللي مصر عملتها في الفترة الماضية بنية اساسية كبيرة جدا اتعملت في الطرق والكبار والسيكة الحديدية والمواني وكل والكهرباء والاتصالات كل دي بنية تحتية مصر صرفت عليها في قطاعات النقل فقط ما يتعدى الاثنين تريليون جنيه عشان نستغل البنية دي بشكل جيد البنية دي معمولة عشان تخدم على كل باقي قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة بشكل اساسي ومن ضمنها التجارة وفي دو اللي احنا نتكلم عنهم النهاردة وطبعا في قطاعات اخرى زي الزراعة بيخدم عليها البنية التحتية اللي نفذتها وزارة النقل او اللي نفذتها الدولة زي الطرق الجديدة زي الضبعة زي شرق العوانات زي تشكة كل دي بنية اساسية تعملت علشان تخدم على المشروعات الزراعية الجديدة نفس الكلام المشروعات الصناعية والمناطق الصناعية اتعملت لها برضو طرق وكباري وانفاق عشان تعدي للمنطقة الاخصارية للمنطقة الصناعية لشارك بورسعيد كل دي بنية تحتية مصر نفذتها في الفترة الماضية انا الاواني ان احنا نستغل هذه البنية التحتية وزي ما قلت النهاردة نشاطين وقطعين مهمين جدا في باقي القطعات للبنية الاساسية او الوزارة النقل المستهدفة ان يتخدم عليهم واولا هو السياح السياحة غير ان احنا بنخدم عليها بكل وسائل المواصلات اللي عندنا سواء طرق سايح هيتنقل من مقصد سياحي الى مدينة محتاج طريق محتاج طريق مخدوم على التصالات وعليه كهرباء وعليه كل حاجة محتاج سكة كحديدية محتاج عربيات نوم اللي احنا بندايمد منطورها وتعاقدنا على مئة عربية منها في الفترة الماضية متعاقد ايضا متعاقدين ايضا على خطار كهربائي سريع يربط ميناء الغرداء كميناء وسفاجة بلقصر كمنطقة سياحة يعني اذا كل البنية الاساسية اللي بنعملها مستهدفين بيها خطاعات اخرى عشان تخدم عليه فالسياحة زي ما قلت كده القطر السريع القطر التلج الجديد عربيات النوم الطرق السريعة والحرة واخيرا المواني طب ايه في المواني اللي بيهم السياحة اوي هي محطات الركاب احنا عندنا محطات ركاب جيدة جدا وعلى مستوى عالي ولكن كان استغلالها اقل لان عشان تستغل محطات الركاب دي بشكل كبير وشكل متكامل لازم ترخلها او تتعاون مع مؤسسات اخرى كبيرة عندها الكروز عندها المراكب السياحية عندها السايح نفسه عندها مخاصة سياحية اخرى عشان نتكامل معاه الموضوع ما بقاش كل واحد بيشتغل لوحده لا انا اثناء زيارة ليه دولة الامارات العربية الشقيقة وزورة مينازايد لات